أعلنت بلدية الكويت اتلف نحو طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الأدمي بعد ضبطها لدى أحدى شركات التجهيزات الغذائية في منطقات الري وقال مساعد المدير العام لشؤون قطاع البلدية في محافظتي العاصمة والجهراء محمد الاعتبي أنه تم تحرير محضر مخالفة تداول مواد غذائية غير مطابقة للمناصفات وإقرار اتلاف الكمية المضبوطة وأضاف الاعتبي أن البلدية مستمرة بحملاتها التفتيشية وتراقب عن كثب كل المنشآت الغذائية من خلال عمليات التفتيش الميدانية المفاجئة